اهلا بكم من جديد اذا هذا هو الشهر الخامس على الاقتتال في السودان بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني المعارك مستمرة ولا غالبة ولا مغلوب بينما مياه دبلوماسية راكدة لا يقدر على تحريكها اي طرف كان فعلا. لننقل مشاهدين نظر على وضع الميداني خلال الساعات المنقضية. اندلعت اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها الاسلحة المتوسطة والخفيفة باحياء ابروف والقمير والشرقية الشرقي الخرطوم. كما دوت اصوات المدفعية الثقيلة التابعة للجيش وسط امودرمان جراء السيدافها. مواقع يقول الجيش انها تابعة لقوات الدعم السريع. في الخرطوم بحري شمالي العاصمة قصفت قوات الدعم السريع مستخدمة المدفعية الثقيلة. قصفت مواقع للجيش. وتصعدت اعمدة الدخان من مركز العاصمة. جراء غارة جوية نفذتها مسيارة تابعة للجيش على مواقع للدعم السريع. حسب ما قالت مصادر في الجيش السوداني. في ضحية بوري الواقعة شرق القيادة العامة للجيش بالخرطوم. دوت انفجارات صاحبتها اعمدة الدخان. جراء غارة نفذتها طائرة مصيارة على مواقع. أكدت مصادر من الجيش أنها تمركزات لمقاتل الدعم السريع. نتحول الآن مشاهدين إلى إقليم دارفور. وفي مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور. أفاد مرسلنا بأن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. تواصلت لليوم الرابع على التوالي. والسومي عادوي انفجارات بالقرب من قيادة الجيش. في ظل شح في الدواء والغذاء. وضعف في الاتصالات وخدمات الانترنت في المدينة. من جهة أخرى. اتهمت قوات الدعم السريع. الغرفة 16 مشاه. في مدينة نيالة. بنهب فرع البنك المركزي السوداني. بالولاية. وكافت أفرع البنوك منذ بدء الحرب. وقالت قوات الدعم السريع. في منشور على منصة إكس. إن الفرقة التابعة للجيش السوداني. سطت على أموال المدعين. وأسواق الذهب. ونقلتها إلى داخل رئاسة الفرقة 16 بنيالة. كما اتهمت قوات الدعم السريع. قوات الجيش. بقتل مئات المدنيين. وتشريد ألاف الأسر. بسبب القصف العشوائي على مناطق المدنية في نيالة. وعلى وقع استمرار القتال المشاهدين بين الجيش. وقوات الدعم السريع. ما زالت تحذيرات ونداءات المنظمات الإغاثية تتعالى. لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد. فقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونسيف. أنها بحاجة عاجلة إلى أربعمائة مليون دولار. وذلك لتقديم الدعم إلى تسعة ملايين من الأطفال الأكثر ضعفا في السودان. وأضفت المنظمة أن هناك أربعة عشر مليون طفل في حاجة ماسة إلى مساعدة لإنقاذ حياتهم. وذلك بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الأزمة في السودان. لكن التمويل المتوافر لا يتيح لها إلا الوصول إلى عشرة في المئة منهم. كما ذكرت منظمة يونسيف أنه منذ اندلاع نزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة. فإن نحو خمسة وعشرين مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. المزيد من التفصيل مشاهدين حول آخر التورطة المدنية في السودان ينضم إلينا مباشرة من الخرطوم. مرسلنا محمد عمر. كيف بدت الأجواء اليوم. محمد على وقع استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع. تفضل زميلي محمد. نعم. بالفعل سالم اليوم السابع والعشرين بعد المئة كان كغيره من الأيام التي تمر على السودانيين مريرة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى إذا أتواصل هذه الاشتباكات الضارية بين الطرفين. هذه اللحظات تعيش الخرطوم على واقع هدوء حذر بعد أن حلقت طائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني. قصفت مواقع تذكر مصادر من الجيش السوداني أنها لقوات الدعم السريع بمنطقة بري شرق العاصمة الخرطوم وأيضا بمنطقة سوبا شرق جنوب شرق العاصمة. شهدنا عفوا سوبا غرب جنوب شرق العاصمة. شهدنا أعمدة الدخان وهي تتصاعد بكثافة من أحد المناطق هناك إذا تواصل هذه المعارك بين الطرفين في منطقة مركز العاصمة نتحدث عن منطقة القصر الرئاسي السوق العربي الكتيبة الاستراتيجية. هذه المنطقة التي غدت مسرحا لأعمدة الدخان بشكل شبه يومي. إذا أغارات جوية تشنها مسيرات في هذا اليوم. شنتها على هذه المواقع يقول الجيش أنها مواقع تتواجد فيها قوات الدعم السريع وكذلك سيارات وأليات قتالية. أم درمان هي التي شهدت المعارك الأعنف في هذا اليوم. المعارك البرية كانت بين الطرفين بأحياء شرق أم درمان. نتحدث عن أحياء الجماير الشرفية. نتحدث كذلك عن حي أبروف وأيضا هناك إلى وسط أم درمان إذ أيضا سمعت أصوات مدفعية ثقيلة في مناطق وسط أم درمان. نتحدث عن أحياء بيت المال المسالمة حي العمدة. غيرها من هذه الأحياء باتت مناطق اشتباك من الدرجة الأولى. كلا الطرفان يطلق المدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية تجاه بعضهم البعض. كذلك بمدينة الخرطوم بحري سمعت دوي انفجارات عنيفة في شمال المدينة. نتحدث عن أحياء السامراب. الدروشاب. الكدرو. أحياء كذلك الزاكياب. الخوجلاب. هذه الأحياء قصفت من قبل الجيش السوداني. وردت كذلك قوات الدعم السريع مهستخدمة المدفعية الثقيلة. لما تقول إنها تمركزات للجيش بأقصى شمالية أم درمان. وهي تتحدث عن قاعدة كرري العملياتية بأم درمان. إذ تمركز هناك المدفعية الثقيلة التابعة للجيش السوداني. وبالتالي المعارك مستمرة هنا في العاصمة الخرطوم. ولو أننا لحظنا في هذا اليوم سالم هدوءا نسبيا في معظم الجبهات. كذلك الجبهة الجنوبية القريبة من سلاح المدرعات التابعة للجيش السوداني. عصر هذا اليوم شهدت قصفا مدفعيا مكثفا هذا القصف متبادلا بين الطرفين. وسمعت دوي انفجارات زاء هذا القصف بأحياء الرميلة. الحلة الجديدة. القوز اللاماب. منطقة الشجرة الحماداب. هذه المناطق هي مناطق متاخمة لمقر عسكري مهم. هو سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني. وهذه منطقة أيضا من المناطق التي تعرف بمناطق الصفر هنا. هي منطقة اشتباك من الدرجة الأولى. وبالتالي الحياة فيها باتت منعدمة. وعدد من السكان بات يتهددهم الموت بسبب هذه الاشتباكات الضارية بين الطرفين في هذه المنطقة. والتي أصبحت بشكل شبه يومي تستخدم فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة. وأحيانا كذلك ما تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة. نتوجه غربا إلى مدينة نيالة بولاية جنوب دارفور غربية السودان. والتي قال عنها حاكم وقليم دارفور. مني أركم الناوي إنها شهدت أيام دامية خلال الأيام القليلة الماضية. تحدث عن يوم أمس. وصفه باليوم المأساوي لسكان هذه المدينة. وقال إن هذا اليوم أفرز أسفر عن مقتل عشرات من المدنيين وجرح المئات منهم. وسط أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. يعيشها المشفى الوحيد في هذه المدينة. وهو المشفى التركي. طبعا تعاني هذه المدينة سالم من شحن في الأدوية والأغذية. وكذلك ضعف كبير في الخدمات الاتصال. وكذلك الانترنت بصعوبة نستطيع الحصول على هذه المعلومات من هذه المدينة. دوية انفجارات سمعت بها بالقرب من القيادة العامة للجيش السوداني. وكان الجيش أمس قد تحدث عن أنه صد هجوما على قيادته في مدينة نيالا. بينما تحدثت قوات الدعم السريع. متهمة الجيش السوداني والفرقة السادسة عشر مشاه بتنفيذه أعمال سلب ونهب بالبنك الرئيس بالمدينة. بينما نفت مصادر من الجيش السوداني. واتهمت الأخرى قوات الدعم السريع. بما وصفت الأعمال الإجرامية في هذه المدينة. من نهب للسوق الكبير وغيري. وبالتالي منذ اليوم الأول سالم الاتهامات والاتهامات المضادة بين الطرفين. ما تزال مستمرة مع استمرار هذه الحرب. العنوان الأبرز هو تواصل هذه المعارك على أشدها. شكرا لك الزميل محمد عمر. كنت معنا مباشرة من الخرطوم. شكرا جزيلا لك. ينضم لأنه عبر الانترنت من لندن السيد عمار حمودة القيادية بتجمع الاتحادي والناطق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالخارج. كما ينضم لنا عبر الانترنت من لندن السيد عمران عبدالله. عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريعة. أهلا بكم معنا. أبدأ معك سيد عمار. دخلنا في الشهر الخامس منذ بدء هذه الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. ولزال الشعار الأبرز لا غالب ولا مغلوب. وماذا بعد؟ مرحب بك. وبضيوفك وبمشاهديك. بداية نترحم على من فقدنا من السودانيين الدم السوداني الغالي الذي ينسكب منذ أكثر من أربع أشهر. وما يزال. هذه خسارة في المجمل للسودانيين. هذه حرب كما ذكرنا مرارا. أنها عبثية وأنه لا منتصر فيها. هذه المسألة ليست فقط بالتوصيف السوداني الشامل للدولة. وإنما حتى بالتوصيف العسكري. نحن الآن أمام انسداد أفق. لا بد أن يفتح بواسطة حل سياسي. هذا الحل السياسي يبقى أن يسبقه وقف الإطلاق النار. هذا ما نسعى في القوى السياسية والقوى المدنية إلى تشجيع كافة الطرفين في الدخول في عملية سلام جادة. مسألة مراوحة المفاوضات إلى مكانها. أو اعتذار أحد الأطراب عنها. أو انسحاب أحدهم عنها. أو التأخر فيها. يعني إهمال لمعاناة السودانيين. الآن نحن نعيش أوضاع كارثية من حيث الصحة. من حيث الأدوية. هذا قطاع الصحي كله فيه مشاكل. الآن الاقتصاد. الناس بدون مرتبات منذ فترة. التجار وقفوا عن العمل منذ فترة. الآن الموسم الزراعي مهدد. هذه تهديدات كبيرة جدا للمجتمع السوداني. مجتمع ظل متماسك. حتى في أحلك الأوقات. الآن يمتحن في ظروف صعبة جدا. لذلك حثنا لجميع الأطراف لأن يصلوا إلى مفاوضات جادة. مسألة ضرورية وأساسية وواجب وطن. ومن أين تبدأ هذه العملية سيد عمار؟ وصول الطرفين إلى مفاوضات جادة. حتى في النهاية يمكن إنهاء هذه المعركة والصراع المسلح بين الطرفين. يعني هل هناك أي أفق لحل سياسي بعد تجميد منبر جدا. وإيجاد وحتى الآن لا توجد نتيجة محددة لدول جوار السودان. هل تقصد مثلا ما قدمتمه في إثيوبيا كقوة حرية وتغيير المجلس المركزي والاجتماعات التي عقدتمها هناك؟ بداية منبر جدا قطع شوطا مغدرا. وأن كل المنابر الأخرى تدعم منبر جدا. لم يشهد عن ذلك أي ملتقى. بما في ذلك اجتماع قوى الإطاري أو الجانب المدني من قوى الإطاري في أديسة الأخير. كل الذين قدموا هذه المبادرات دعموا منبر جدا باعتباره المنبر الأكثر تأهيلا لحل المشكلة أنه قطع فيها أشواط. تبدو المشكلة في أن المفاوضات نفسها عليها تعتيم كثير. كما أن خطوات إقاعها بطيئة جدا لا تتناسب والمعاناة التي يعانيها السودانيين. سواء داخل السودان أو خارج السودان. هذه معاناة الآن وصلت إلى درجات لا تطاق. ولذلك لابد أن نحث هذه الأطراف التي تحمل السلاح والتي خاطط هذه الحرب. أن تستجيب لصوت العقل. وأن تستجيب لآلام السودانيين إن لم يكن لرفاههم أو لتقدمهم أو غيرها. الآن نحن في حالة صعبة جدا. تتطلب شجاعة في المضيء نحو السلام ونحو تحقيق وقف يطلق نار. ومن ثم معالجة المسألة. هذه الفكرة واضحة سيد عمار. ودعنا قبل أن نذهب لسيد عمران عبدالله. نرحب عبر الهاتف من مدينة دنقلب الولايات الشمالية في السودان بالعميد ساتي محمد الخبير العسكري. مرحبا بك جمعنا سيدة العميد. وأذهب في البداية لسيد عمران عبدالله عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السرية. البحث عن حل سياسي لهذه الأزمة. يرضي الطرفين حتى ينتهي هذا الصراع المسلح. هل هناك أي رؤية لديكم سيد عمران في هذا الإطار؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله أستاذ سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. وإضيفك وكل مشاهدي قناة الجزيرة. نحن من اليوم الأول عفوا فقط سيد عمران يعني نوم مشاهدين هناك كلمة مرتقبة لقائد الانقلاب العسكري في النجر ورئيس المجلس العسكري عبدالرحمن تياني. سوف نبثها كاملة على الجزيرة مباشرة. هناك كلمة مرتقبة هناك تطورات في النجر. هناك كلمة مرتقبة لقائد الانقلاب. هناك ورئيس المجلس العسكري الحالي عبدالرحمن تياني. عفوا سيد عمران. تفضلت. طيب لكم التحية. بخصوص المفاوضات التي زارت في جدة. نحن متمسكين بالحل السلمي. ومتمسكين بالتفاوض. لذلك ما زلنا ملتزمين بما اتفقنا عليه. لكن أستاذ سالم. أبرك أن أخاطف كل الشعب السوداني. الآن وكما ذكر ضيفك الآخر الذي تحدث من قبلي. أن الأزمة قد فاغت الحد. المعقول فاغت المدى. الشعب السوداني الآن إما أن يموت بالقصف الجوي والمدفعي. وإما أن يموت بالجورة. فبالتالي لا يوجد هناك أي حل. نحن بجانبنا أبدأنا كلما بوسعنا. لكن أنتم حتى الآن كل الناس يتحدثون عن طرفين الجيش والأخوات الدعم السليم. هناك طرف آخر الطرف السالس الخفي هو الذي يتاجر على هذه الحرب ويراهن على استمراريتها. إذا لم تكن لدينا الجرعة والشجاعة وسمينا هذا الطرف الآء السالس بإسمه وأبعدناه من المشهد سوف لم تقف هذه الحرب. لأن هذا الطرف دخل هذه الحرب وهو يراهن على استمراريتها. لأن وقوف هذه الحرب يعني هو مثوله عمام المحاكم وقد يعد ذلك للسجن المؤبد أو للمشانط. فبالتالي هو الآن يعني يبحث عن مبررات تعجيزية لكن ببساطة سيد عمران لماذا لم تستجيب لمبادرة مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة وتجلسوا معهم وتعرضوا كافة طلباتكم سيد الفاضل نحن الآن نحن لم نرفض المبادرة. لكن قلنا كل المبادرات يجب أن تصف في مبادرة واحدة مبادرة جدة. لأن هذه المبادرة قطع الشق وهل التزمتم بمبادرة جدة وهل التزمتم بها نحن نحن التزمنا بها لماذا ملتزمين بها. لكن الجيش لم يلتزموا بها مبادرة جدة طلبتكم بشكل مباشر بالخروج من العاصمة سيد عمران وطلبتكم بالخروج من منازل المواطنين ومن المستشفيات. هل التزمتم بها أستاذ سالم هذا كلام غير صحيح. لأن حتى المبادرات الجدة هم يعلمون تماما. هناك لجنة تم تكوينها من قبل مبادرة الجدة 5 جاية 5. وذهبوا ووقفوا على المشهد السوداني. لم يجدوا هناك أي من قواتنا في المرافق العامة لا في المستشفيات لا في أماكن المياه ولا حتى في منازل الناس. وهذه اللجنة كانت محايدة ورفعت هذا التقرير. الآن يريدون أن يبرروا هذا القتل. هم ليسوا حريصين على مصلحة الشعب السوداني. وليسوا حريصين على إيقاف الحرب. حريصين على أن تكون هناك نهاية للدعم السريع. يريدون أن يبيدونه من الوجود. وضحت هذه الفكرة. العميد ساتي. الرجل ببساطة يقول أن هناك طرف ثالث هو المستفيد من استمرار هذه الحالة في البلاد. واستمرار هذا الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع. كيف ترد على ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أضاليل هذه المؤامرة وأكاذب هؤلاء الضالعون فيها. الطرف التالي الوحيد الموجود في الساحة السودانية هو الشعب السوداني برمته بأكمله. الجيش والدعم السريع هو الشعب السوداني الذي يساند جيشه. هذا الطرف الثالث الموجود الذي تفتري عليه هذه الشرزمة من المتمردين ومن عملاء الصهائل الشغالين في برامج تفقيق الدولة السودانية. يعني فقط ما تعفضنا على بعض التوصفات سيد ساتي وتوجيه التهمات بدون دليل. سيد ساتي. الذي بأيتها بعد ذا توصيف صحيح. ده الصور. أنا أتكلم بالحقائل الزاية وعينها ونخلتها وأوصى بدون نفذ ورعاني. الدعم السريع ما يسمى بالدعم السريع بقوات عميلا. نعم شغالة في حساب مشروع تفقيق الدولة والمجتمع السوداني. معادلة جلتمة تجميعا. دعنا نتخطى هذه النقطة وترد على سؤال سيد ساتي. دعنا نتخطى هذه النقطة. تفضل. نعم. الرجل يقول أن هناك طرف ثالث. ونحن نلتزم التزام كامل بمبادرة جدة. لا نتواجد في المستشفيات ولا نتواجد في منازل المواطنين. وكل هذا الكلام هو مجرد شائعات. ليس لها أي أساس من الصحة. يا أخي هذا الكلام مش موحدة أساس من الصحة. هذا الكلام لا يحقق المعقول السامعين. ولا يحتاج المشاهديك. يعني الزعين في الغناء الآن. هذا تدر صراح ومنجليل يستفيد السامعين والمشاهدين. إني قلت ما في طرف ثالث. طرف ثالث. تدع شنو؟ أنتم تحاربوا في الجيش السوداني الذي يمثل الدولة السودانية. ما في حاجة يسيبها طرف ثالث. يعني أنت بتلغي جيش يعني؟ ولا بتلغي الشعب يعني؟ بتلغي الشنوات من الاثنين جيل يعني؟ أما حكاية إنه والنازل يعني في طرف ثالث يعني ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. هو الذي يجير هذه الحرب. ده واحد من الأمرين. يا إما أنتم ما فيه يعني. يا إما الجيش ما فيه يعني. يا إما الشعب السوداني ما فيه يعني. هذه المعركة سيادة العميد وأنت تتابع الآن دخلت شهرها الخامس. ولا يوجد حل عسكري. لا يوجد حسم عسكري حتى الآن كما ذكرنا من قبل. لا يوجد غالب ولا مغلوب. وأيضا لا يوجد حل سياسي في الأفق القريب. إذن كيف ستبدو الأمور في السودان مع الأزمة الإنسانية تزداد سوءا يوما بعد الآخر؟ سيد ساتي. أنا معاق في حقيقة أساسية هي أنه أصلا الدولة السودانية أساءت إدارة هذه الحرب منذ أول يوم يعني. قيادة الدولة السودانية أساءت أكرر أساءت إدارة هذه الحرب منذ أول يوم يعني. وإلا لما شارت الأمور إلى هذا المنحضر الشبيل يعني. لكن تبقى الحقيقة في أنه يعني لابد بما ليس منه بذوء. يعني الآن ما في غير أنه الجيش السوداني ومعه الشعب السوداني يهزموا قوات الدعم السريع ومن معها ومن خلفها يعني. لابد أن يهزنوهم يعني. ما في حال وفض أصلا. هذه الفكرة واضحة. دعني أعود سريعا لعمار حمودة من لندن القيادة بالتجمع الاتحادي والناتق الرسمي لقوى الحرية والتغيير بالخارج. إذن كما يقول العميد ساتي الحل الوحيد الآن المطروح. ولن يكون هناك حل آخر. سوى أن يحسم الجيش هذه المعركة يحسمها في الميدان وتهزم قوات الدعم السريع. كيف ترى هذا الطرح سيد عمار؟ بداية أنا كنت أتمنى أن أستاذ ساتي يتحدث من منطلقه كخابير عسكري. ولكنه تحدث حديث السياسة. هذا ما ظلنا أن نعاني منه كثيرا من أن كثير من الجهات العسكرية تتحدث حديث السياسة. حينما نقول بأن هذا فيه تجاوز. يقولون بأن ذلك من صميم واجباتهم. هذا أمر شاهد. هذا واحد. اثنين تعليقا على الأخ عمران. مسألة عدم وجود قوات الدعم السريع في بيوت المواطنين. هذه مجافية تماما للحقيقة. الكثير جدا من بيوت السودانيين تحت نهب وتحت وجود قوات من قوات الدعم السريع. كونهم بعد ذلك يتكلمون عن أنه فيه متفلتين أو غير متفلتين أو دتوجيه أو غير توجيه. هذه مسألة أخرى. ولكن الحقيقة الكبرى أن هناك حرب غير الحرب التي تخاض ضد الجيش ووجهات العسكرية. هناك حرب ضد المواطن السوداني. هذه مسألة يندى لها الجبين. مسألة أساسية. لا يمكن إنكارها. هذه مسألة يجب أن يعترف بها. ويجب أن تضمن في المخالفات. وما يستوجب العقاب عليها حتى من ناحية جنائية. هذا أمر. أما بالنسبة للحلول. نحن كسياسيين نقترح أن أيسر طريق للوصول إلى تفاهمات. هو طريق المفاوضات. لماذا لا يكون طريق المفاوضات سهلا؟ لماذا هناك جهة تريد أن تعرقل مسار التفاوض؟ نعم نعلم أن سياسيا هناك جهات كثيرة جدا لا تريد لهذه الحرب أن تنتهي في هذه الحرب نهايتها. وفنائها لأن السبيل الوحيد إلى وجودها ومبرر وجودها حاليا هو أن تكون هناك حرب. نحن لا نرى ذلك. أمر حمودا. سودانيون يستحقون السلام. يستحقون ما هو أفضل. وكل الخير الذي عيب أن يكون من مجهود السياسيين. يجب أن ينصب لمصلحة الشعب السوداني. شكرا جزيلا عمر حمودا القيادة بتجمع الاتحادي. ولو من جانب واحد كله عنها. ومن ناطق الرسمي لقوة الحوارية والتغيير بالخارج كنت معنا عبر الانترنت من لندن. كما نشكر ضيفنا أيضا من لندن. السيد عمران عبدالله عضو المكتب لاستشاري لقوات قوات الدعم السريع. ونشكر ضيفنا من مدينة دنقلة بالولاة الشمالية في السودان العميد ساتي محمد سوركتي الخبير العسكري. شكرا جزيلا لكم جميعا. أما السياة مستمرة مشاهدين وبعض الفاصل. في مصر إطلاق صراحة سجناء بموجب عفو نراسين. شامل ثلاثين من الصادر بحقهم. أحكام نهائية. من بينهم الناشط البارز أحمد دومة. يعني الحمد لله منتظرين نكمل الفرحة ببقية الناس. فأنا لسه مستمي أقول الله يبارك فيكو بعد ما تبقى مبروك بجد. إن شاء الله يعني نشربين دموع دموع الفرحة نزلت. أتمنى دائر قريب إن شاء الله يبقى الناس طول الوقت فاضع أحسن لغاية لما ييجي اللحظة اللي نفرح فيها والناس تبقى معنا برة كلها.